حكاية مسعود في المدينة حل مسعود وزوجته بالمدينة طلبا للعلاج نسي موقع المستشفى فالمدينة قد تغيرت كثيرا سأل فتاة من فضلك أين يوجد المستشفى فأجابت هذا شارع الحرية وفي ملتقى الطرق يوجد شارع العبد الكريم الخطاب على اليسار في بدايته ستجد مكتب البريد وبجانبي المستشفى وصل الزوجان إلى المستشفى فحص الطبيب يطو وقرر أن تتابع علاجها بالمستشفى رافقت الممرضة يطو إلى قاعة الاستشفاء وقالت لها هذا سريعك وهذه أغراضك ترك مسجود زوجته في المستشفى وخرج جاب شوارع المدينة كان يقف أمام العمارات ليعد توابقها وكان يسأل المرة مرة عن كل بناية يرفرف فوقها العلم قادته قدماه إلى الحديقة إلى حديقة فاستلقى على كرسي ونام إلى أن أيقذه الحارس غابت الشمس وأنارت الأضواء فتاها مسعود جلس في أول مقه صادفه وسأل نفسه أين سأنام فكر في التسلل إلى الحديقة كان شارد الذهن فجأة سمع صوتا يناديه عمي مسعود عمي مسعود التفت يمينا فرأى شابا يتجه نحوه قائلا ألا تذكرني أنا سعيد ابن قريتك حكام سعود مشكلته لسعيد فقال له سعيد إطمئن ستبقى ستبقى ماء وسنزور خالتي يطو كل يوم وجد مسعود الفرصة لاكتشاف المدينة من جديد فزار المدينة القديمة ومآثرها تاريخية كما زار المدينة الجديدة وتعرف على إداراتها ومتاجرها العصرية غادرت يطو المستشفى بعد خمس خمسة أيام استقبلها مسعود وسعيد ركبا سيارة سعيد وعاد بهما إلى القرية شكرا